استقبل وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ سايمون ستيل أوضح المتحدث باسم الخارجية أن الوزير شكري أشاد خلال هذا اللقاء بمستوى التعاون بين مصر والسكرتيرية الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ مبرزا الأهمية الكبيرة التي تليها الدولة المصرية لنجاح المؤتمر سواء على المستوى التنظيمي أو الشق الموضوعي وذلك بهدف الوصول إلى نتائج المنشودة وتلبية طموحات جميع المشاركين فيما يتعلق بقضايا المناخ ذات الأولوية